أهلا وسهلا بكم في فقرات التواصل الاجتماعي التي نرصد من خلالها أهم المواضيع على المنصات الرقمية والبداية من العلاقات البريطانية الروسية التي شهدت تدهورا سريعا وذلك عقب تسميم جاسوس سابق وابنته بغاز الأعصاب على الأراضي البريطانية أو إلى الشهر الجاري وتفعل المغردون مع وسم بريطانيا تقاطع روسيا كما تحول اسم الجاسوس سيرجي سكريبال إلى هاشتاغ متفاعل على منصات التواصل الاجتماعي في عدد من الدول حتى وصل إلى قائمة الترندي العالمية السفيرة الأمريكية في الناتو كاي بيلي قالت في تغريدة على تويتر نتضامن مع حلفائنا في الناتو المملكة المتحدة وندين الاستخدام الهجومي لغاز الأعصاب على أراضيها يجب على روسيا التجاوب مع ما يقلق المملكة المتحدة وتقديم كشف كامل عن برنامج أسلحتها الكيميائية أما صحفي البريطاني كيفين ستوشفيلد فقال جيرمي كوربن زعيم حزب العمال البريطاني أشر إلى أن دولة أخرى غير روسيا قد تقف وراء الهجوم لأن تفكك الاتحاد الصوفيتي أدى إلى انتشار كل أنواع المواد القاتلة بشكل عشوائي أما السياسي الألماني مانويل سارزين فقال رد الفعل البريطاني على محاولة اغتيال سكريبل هو الصحيح يجب على ألمانيا والاتحاد الأوروبة الآن دعم المملكة المتحدة محاولة الاغتيال هي أيضا هجوم على نظامنا الأساسي الديمقراطي الحر أما الصحفي جون إدوارد فقال علامة كاملة للطريقة التي تعاملت بها روسيا مع القضية يبدو أنهم موقنون أن أحد آخر ظالع في الهجوم بالغازي على الجسوسي الروسي